السلام حبابي صباح الخير عليكم اللي كيشوف الفيديو كنقول مساء الخير عليكم اتمنىكم تكونوا بخير على خير ان شاء الله يا ربي وانتوما كتشاهدوا الفيديو اليومة مرحبا بكم معي اليومة في فيديو جديد ونهار جديد اللي غادي نشارك معكم فيه النهار ديالي كيفاش كان كيفاش قوس النهار ديالي وغادي نعتيكم فيه واحدة الطاقة الايجابية غادي مدى معكم نهار ديالي من الصباح اول حاجة كان نعملوها كاملين بناية كان نوضو كان نطفو البشرة ديالنا من الإفرازات يعني ذاك الدهون اللي كخرجونا بالليل في البشرة ديالنا حيث البشرة ديالنا كتفرز واحدة الدهون في الليل وغادي نشارك معكم واحدة الحريشة اللي هي مزي ونوصح هي غادي نوجد الفطر اللي بالبلبولة صراحة الله كتجي مزي وناق وتلاشلة اللي ما شاركش معاكم النار ديالي ونتقصد معكم التجربة ديالي مع الابن ديالي كيف ما كنت وعدتكم شنو شنو وقع له شنو والسبب علاش كنت كانت ديالا يعني كانت ديالا من الطبيب وبقى بقى يعني بقى مستمر في ذاك فذاك العلاج يعني هي ماشيش حاجة اللي هي خاطرة وإنما بغيت هيدا الأمهات اللي جدد حتى هم يردوا البال ديالهم وبغيت نبدأ معاكم هاد النهار بالطاقة الإيجابية أو الحجبنات كنبدوها فى النهار ديالنا هي اننا ننتهلو فرسنا باش نبدو هيدا وح النهار بوح الطاقة الإيجابية ونبدو نهار ديالنا بوح الحماس و بوح الحيوية و بوح الناشاط بشي قوز عنا حنا اللي هو مزيوان وناي بغيت نعطر البيت ديالي قبل ما نبدأ نعمل تشي حاجة غاد نعطره شوية كما قلت تكون باش غاد نطرد هالك الطاقة السيلبية من بيت ديالي وغاد نستقبل واحد الطاقة الإيجابية ونستقبل واحد النهار اللي هو مزيوان مع الابناء ديالي كما كتشوفو هاد اليوم اليوم صبحوا الابناء ديالي فطر هادا يعني نهاية الأسبوع اه غاد نبدأ معاكم واحد النهار اللي كله حيوية وناشاط والتاقة الإيجابية كما كان عرفوه صليت صلاتي اول حاجة هي صلى بنات ولكنتو كتفرجوا هاد اليو بقي ما صليتو نضوا بنات صليب عادك اجو كملو الفيديو بش ما نخلو علينا تشي فرض من الفروض هناش بارتوني كان وجد هادك الحريشة اللي قلتكم غاد نوجدها معاكم بالبلبولات ما قبل من يعني قبل ما نبدأ حاجة عمت البلبولة ديالي يعني تنفخ في الماء غليان غليت الماء وعملت نصف كيلو يعني خمسمائة الكرام ديال البلبولة كما كتشوفو اي بقى عندي في الماء كما كان عرفوه ان البلبولة صحية والابناء يعني ديالك اتعجبهم هيدا الحريشة انا بعد الاطفال ديالك اتعجبهم يعني ولديك اتعجبهم بلبولة نعم كاز ديال سميدة وكاز ديال الفينو وعملت الخميرة ديال الحلويات وغاد نعم شوية ديال الملحة قريصة ديال الملحة كما كتشوفو وغاد نعم العسل قاد نعم المغروفة كبيرة ديال العسل وغاد نعم اربع كاز ديال زيت الزيتون غادي نخلي لكم مقادر ديال هاد الحريشة في صندوق الوصف تيقوني كدوح الحريشة اللي هي رائعة تقدروا تحتفظوا بها في المجمد هيدا لمدة اطول جربت تحتفظ بها بقتليم زيانة كان جبداي كان صخنة كتولي فحلي كانت وما كتجي شيابسة كتجي رطبة وغاد نعم الملعقة ديال خميرة ديال الخبز اللي عنده خميرة المعجونة يعمل غير الطريف ماشي ضروري انكم تكون عندكم هادي حبيبات وغادي نعمل 4 كاز دية زيت الزيتون كيف ما قلتكم سافي ما غاديش نضيف الماء انا كنت نزلت الماء تمام قلت ما نعرف يعني جيلي العجينة جيلي قصحة ولا شي حاجة البلبولة كنت تحيت لهذاك المال اللي كانو فيها خليت فيها غير شوية كتفيت غب ذيك المال اللي كانت عندي مرقدة فيهم هذيك البلبولة عفوا طبيعة الحال من بعد ما خصلتها يعني تخصلتها على كرت اكتف ذيك الماء طيب ولا بقد قمت لغجينة خفيفة ثم زيت عليه هكاس ديال الفينو شوية ديال الفينو شوية ديال الفينو شوية ديال الفينو فما غاديش نحتاش المهناية وبركا غاديك المال اللي كانو في البلبولة كما كنت تشوفو جاتجارية شوية غادي نخليها تشرب شوية وعادك غادي نقوز باش غادي نبدأ نشكله نستخدم مقلة سخن نستخدم مقلة سخن نستخدم مقلة سخن ومقلة سخن نستخدم مقلة سخن نستخدم مقلة سخن نقطع الحرشة كبيرة نشارك معكم هذا النهار نشارك معكم النهار نشارك معكم هذا الفيديو يجب أن تحمسوا و تسجعوا و تحلوا في رأسكم و تحلوا في العائلة سوف ننزلوا مع زبيدة و العسيلة سوف نفتح معكم سوف نرى راطبة من داخل سوف نرى سوف نرفض سوف نحط سوف نرفض سوف نرفض نحطع مرأة مغربية سوف ننزل المطبخ ونجمع المنزل 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 شهرين. لاحظت ان العين رأسه في حالي وحد جهة يعني دخلت وحد جهة بقى تخرجه بالنعس. فش ديتون كنترول ديال شهرين. كنت ديتون بيدياترا ديالو. قالت لي قالت لي ان السبب ديالو هو النعس قد لعمل واحد فويتامور طهره. وبقد تكيه على ديك جيال اللي عنده خرجه وغادي نشوفه. انا جبتوا ديك طريقة اللي عمل. وخايدك مرجعش. شريت له هذك المخدد ديال امازون. وحن مخددك يكونو خصوصيين كي عدلو الريوس. وهيدك ما يعني ما مرجع له شي راسه. وحاولت اناني نربطه له ديك طريقة تقليدية اللي كان عمله في المغرب. وخايدك ما مرجع له شي راسه. ديك ساعة اه شبرت شبرت وبقيت كان كان عمله له من اللي مرجع له شي فاشا مشيت نعمل له الكنترول ديال ديال اربع شهور. هذيك ساعة صارت اتنين يعني الطبيب الكبير بيش غادي يشوف له راسه وخرج لي واحد الكسك. هذك الكسك واللي دا با انا كنعمل به الابن ديالي صراحة الله. النتيجة ديالو اللي يمزيانة بزيف ولا حط الفرق في الرأس ديال ابن ديالي يعني كيرجع. هيدا الناس اللي ما كيعرفوش هاد الكسك هادا غادي نشاركو معاكم شينا ان شاء الله يا ربي غادي نشاركو معاكم. غادي نوريهكم كيفاش كيكن. هاداك الكسك. كي قيل بيه وما قالوا لي قيل بيه ويبات بيه. انا من اللي كنشوفو حماله الرويسة ديالو كنزوله لو بالليل. وكنخليه له بالنهار. بزاف ديالناس ما كيعرفوش هاداك الكسك كي قولو ما قالوا بيه انا ديك العائل الصغر. واش اه اه وقعت لللاحفة شي حاجة طاح ولاش حاجة. ولكن هو لا هو غير كيعوط الرأس. هاداك ولي انا كان مشي نعمل عليه كنترول وكان مشي كان هاداك لوفيه. فانا ما بغيتكمش تطيحو فاضل الخطأ اللي تحتسها انا. حاولوا انكم تراقبوا الرأس ديال الابن ديالكم. هيدا ترابيم يكون صغير بقوا تقلبوا علاجوش ديال الجيهات. باش هادا ما تطيحوش فاضل الخطأ هادا يا مشيش حاجة خطيرة وانما يعني كيبقى ذيك تبرزت ذيك الكسك كم بقى كل مرة كمشي نقص له منه كل مرة كي عبرو له هاداك الجيهة اللي زيدة على جهة كي عبروها له. باش هيدا كيبقى كيبقى الرأس ديالو كيرجع شوية بشوية وعادك هاد الكسك كيعمل صراحة غالي. كيعمل من ابتداء من ستمية وخمسين ديال الاورو حتين تمنمية ديال الاورو. يعني بالمغربية ستلاف الدرهم حتين تمنالف الدرهم تمن ديال هاد الكسك هادا. ويعني ما ما دخل في لا ما دخل في لا سيغورو لاوالو يعني ما حيتماشي اعاقة ولاش حاجة ما كيدخلش في السيغورو. كتخلصون تينا. ومن غير ان الثامن يعني احني منجم كيخدم على ولداتو كيتكرفس على ولداتو. كتبقى هادك التبرزة تمشى مجال طبيب كل مرة كل مرة خصيك تدي بش كيحبرو له. بش كيشوفو له. يعني كتقول لي طبيبة بش أنه من اللي يكبر ما يكبروش راسو يعني ما يكبرش عادي يعني ما يكبرش راسو يكون زايد من واحد جيها هيدا. من طبز ولا بش يبان لعايل نورمال. حت من اللي يعطيه بالطهرو يبقى راسو هيدا ما غاي تعقد ما غديش يقدر يحيد الشعر من راسو بزاف ديال الحاجات. ومكيعملوشين بنيتت. قليل فين كيعملوين بنيتت. حيث بنيتت كيكبر للشعر والرس ديالي يعني كيتغطى. كيعملو اكترية للدوكور حتى اللي كان مشيلي له. كنجو برمكي عدلوها ندوكور بزاف. هنا هي جبارتون يا ابنت كان نشارك معكم هاد الغذيوة ديالي عادي كيف ما كتشوفو. وغان رجع نكمل معاكم. عادي عملت غيكي بيداع مثل التوابل. وهنا هي غدي نعدل انا عدل لهم شوية ديال هاد الخضرة غدي نسوطي هاكي جيمزي ونا مقطع بهد القطعة هادي. بش غدي نرفقه لهم وانا مشويش ديال ديال الشلادة. وصافي يعني الغذيوة اللي هي ساهلة مهلا قلت غادي نشارك معكم نهيار ديالي وغادي نقول لكم يعني السبب علاش انا كندي لابن ديالي وهيضا تنتم تستفدو تدوم افادة مني. ام التجربة ديالي والناس هيدا اللي اللي عايشين في المغرب بيحاولوا يعني الامهات الجدد او لا انا مشي يعني ام جديدة ورب جوج ديال الاطفال ومع ذلك عملت الخطأ فالطفل ديالي الثالث كيف ما كتشوفو يعني وخاء عندي ام عندي تجربة مع جوج ديال الابناء ديالي هيداك اه قد تتلغل هذا هذا لما كنت تردالوا البال حيث كان كي عزاليا. نضيف خضراء فضيف الشئ نضيف خضراء نضيف خضراء نستعمل ربع هذا الطريق و ربع غبرة استعملته في الكبدة لماذا نأكل الكبدة بزافحة انا كان عاني من فقر الدم نحاول انني اكل الحاجة اللي يكونوا يزيدوا الدم هيدا شويش باش نقلل من فقر الدم اللي كان عاني منه كما قلتكم هذه هي التجربة ديالي مع الابن ديالي وعلش كانت ديالي طبيب وكانت ديالي ثلاثة ديال السيمانات وكيبقوا عبره الراس ديالي مثلا دب هاد مرة هادي مشيت اجبرتون قصله ثلاثة ديال سنتيمتر مليمتر ماشيوه مكيوصلش ان سنتيمتر هو جيها كانت زادت لعلاجها بالمليمتر ثلاثة ديال مليمتر يعني واحد شوية يعني هي ما بيناش هي بزاف ولكن قتل بيدياترا ديالي ويلا بقى هيداك يعني غادي بقى راسو عايب يعني العايل ما غاديشي ما غاديشي قدار يحسن بزاف ديال الحاجات قلت غادي سافغ تانع متلو هاد الكاسك الحمد لله كانشوف رأس ديالو كي تحسن والله مالك الحمد وهادي هي التجربة ديالي وغادي نشارك معاكم ديكور وشكل ديال ديال ديالك الكاسك ان شاء الله يربي غادي نشاركو معاكم ان شاء الله يربي بشي فيديو اخر بيش شوفوا هيدا بيش الاشتوش واحد كيلفسه اه تعرفوا هنين كيصلح حيث انا بزاف ديال ناس كانو كيتلقوني وخصوصا المغربة كيقولوا ليش عنده واشتح لكلاش حاجة ولكن لا غير بش كيعودت الرأس ونها غادي نختم معاكم الفيديو ديالي هادي هي الغذيوة ديالي اللهم ادي مهنع ما احفظها من الزاول تمنى الفيديو دياليو ما يكون الاعجاب ديالكم وانتمنى نكون تخفيفة ضريفة على القلوب ديالكم تمنى تدعموني بلايك ديالكم وتبرتجوا القناة ديالي مع الاهل والاحباب وفي مواقع التواصل الاجتماعي بشهدة تزيدك بالعائلة ديالنا كتر وكتر بسلام عليكم وانطلقوا فيديو جديد ان شاء الله بسلام عليكم